بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا منكم جميعا وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير معكم الأستاذ عبد العزيز الغصام وبإذن الله سيكون درسنا اليوم للصف الأول الثانوي للمهارات المهنية طبعا درسنا اليوم عن أهمية العمل يجب أن تعرف عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ماذا يعني أهمية العمل بالنسبة لك في حياتك الاجتماعية وحياتك المهنية طبعا أهداف درسنا لهذا اليوم أن تتعرف عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة على أهمية العمل طبعا رح نحاول أن نتعرف في درسنا هذا اليوم إلى معرفة أهمية العمل تذكر أهمية العمل ومعرفة أهمية العمل في حياتنا اليومية تعداد محاول رؤية عشرين ثلاثين للمملكة العربية السعودية نكتب أو تكتب عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بعض الأهداف الشخصية للالتحاق بالوظيفة ندري هنا بعض فوائد العمل في حياتنا اليومية وحياتنا الشخصية إيش ممكن نستفيد من العمل أولا تطور ومعرفة تطور المعرفة هو زيادة الخبرة تساعدنا أعمالنا المهنية وأعمالنا التي تعلمها في زيادة خبرتنا نزود من المعرفة التي اكتسبناها من المعرفة التي تعلمناها يعني مثلا المزارع من خلال ممارسته للزراعة يستطيع أن يتعرف على بذور النبتات مواسم زراعة النبتات مثلا الطبيب الطبيب يستطيع أن يتعرف على تشخيص بعض الأمراض معالجة وصرف مثلا الأدوية لهذه الأمراض فتطور المعرفة وزيادة الخبرة من وين نكتسبها؟ نحن نكتسبها من ممارستنا للعمل الذي سنتكلم أو سنتذكر أشكاله وألوان هذا العمل اثنين التطور الشخصي يساعد العمل لك عزيزي الطالب عزيزي الطالبة أن تتطور مهنيا تصبح عندك معرفة أكبر تصبح عندك قدرة وإمكانية أكثر تزيد من ثقتك في النفس وتطورك الشخصي لمعرفة هذه المهارة الحصول على المال أحد أهم أشكال العمل أو فوائد العمل اللي نحن نبدأ نقوم فيه تمكننا من الحصول على المال الحصول على المال يساعدنا على أن نحن نعيش حياة مستقلة حياة رغيدة خالية من الاحتياجات المالية تساعدنا أو يساعدنا العمل على بناء شخصية اجتماعية جيدة جيدة نستطيع أن نكون علاقات كل هذه الأشياء مفيدة أثناء أداءنا للعمل لأننا نقوم بالعمل نؤدي العمل استفدنا من إقامة علاقات اجتماعية مناسبة ساعدتنا في بناء شخصية خاصة فينا طبعا هناك فوائد صحية وعقلية وبدنية الفوائد الصحية والعقلية لك عزيزي الطالب عزيزة الطالبة عندما تقوم بأداء هذه الأعمال رح تساعدك مثلا عملية الزراعة على أنك تتعلم كيف تقوي من قدراتك الجسدية تساعدك مثلا دراسة الطب على معرفات أو زيادة قدراتك العقلية طيب نقطتنا الأخيرة التقليل من تأثير البطالة البطالة عنصر مؤثر على اقتصاد أي دولة فلا بد عليك عزيزي الطالب عزيزة الطالبة أن تحرص على أن تحصل على الوظيفة المناسبة لقدراتك ليش علشان تساعد في التقليل من تأثير البطالة في البلد طيب عندنا هنا مجموعة من المهن هذه المهنة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ما هي أحسنتم هي مهنة الطبيب عندنا هنا مجموعة من الأدوات التي يستخدمها الطبيب على سبيل مثال يستخدم الإبرة مع المريض لماذا يستخدم الطبيب الإبرة مع المريض أحسنتم لكي يعالج المريض يستخدم الطبيب أيضا السماعة إيش فائدة السماعة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة للدكتور أو الطبيب تساعده على أن يقوم بفحص المريض عندنا مثلا هنا قياس درجة الحرارة قياس درجة الحرارة من الأدوات التي يستخدمها الطبيب في معالجة المريض زي ما احنا شفنا هنا عندنا مجموعة من الأدوات التي يستخدمها الطبيب لمعالجة المريض طيب مهرتنا الثانية هي المعلم زي ما احنا واضح معنا هنا المعلم غالبا ما يحتاج إلى أن يكون متواجد مثلا في الفصل يستخدم يستخدم القلم يستخدم السبورة عندنا هنا شكلين لأشياء يقوم المعلم أو يحتاجها المعلم لكي يقوم بشرح الدرس يحتاج إلى مثلا قلم يحتاج إلى السبورة زي ما هو واضح قدامنا هذه الأشياء إذا توفرت عند المعلم مش يقدر يسوي يستطيع أن يعلم الطلاب باستخدام السبورة والقلم طيب مهرتنا التالية عامل النظافة طيب عامل النظافة إيش ممكن يعمل في مدينتي أو يعمل في حي اللي أنا موجود مثلا أعيش فيه يجعل مدينتي نظيفة يعني يقوم بترتيب وتنظيف الشارع إزالة الأوساخ من على الطريق طيب عندنا هنا مقدم الطعام النادل أحسنتم إيش يمكن يستخدمه النادل في تقديم الطعام طبعا يكون يلبس ملابس مخصصة صحلي المكان اللي يشتغل فيه يستخدم بعض الأدوات مثلا الصحن الشوكة يقدم الطعام للزائرين للمطعام هذا عمل من عزيز الطالب عزيزة الطالبة هذا عمل النادل يقوم بتقديم الطعام طيب عندنا هنا مثلا رجل الإطفاء إيش يحتاج رجل الإطفاء رجل إطفاء يحتاج إلى مثلا طفاية الحريق مثلا طفاية الحريق من الأدوات التي يحتاجها رجل الإطفاء لاستخدامها في مهنته وعمله عندنا هنا مثلا ما نسميها الشاكوش مثلا أو نفتح فيها الأشياء مثلا الصلبة عندنا طفاية الحريق هذه أدوات يستخدمها رجل الإطفاء للقيام بمهنته وعمله ما الذي يقوم به رجل الإطفاء يقوم بإخماد الحرائق يقوم ب استخدام مثلا بعض الأدوات التي تساعدها على أداء عمله عندنا شكل ونوع آخر من أنواع الأعمال التي ممكن أن نتعلمها وأن نعرفها عندنا هنا أحسنتم هذه أدوات المزارع إيش يحتاج المزارع؟ يحتاج إلى المجرفة يحتاج إلى هذه الشوكة التي تساعد على حفر الأرض يحتاج إلى مقص لترتيب الأشجار هذه من الأدوات التي يحتاجها صاحب مهنة الزراعة أو المزارع هذه كلها أعمال ذات أهمية تساعدك عزيزي الطالب عزيزة الطالبة على القيام بأعمال مهمة مثمرة اجتماعيا ومفيدة لك في حياتك اليومية تساعدك على جني المال لما تقوم بأداء أحد هذه الأعمال أو الوظائف هذه تساعدك على جني المال طيب لدينا هنا نشاط أكتب أربع أهداف شخصية للالتحاق بالوظيفة عندنا هنا أربع خانات نحتاج أن نضيف لها بعض الأهداف الشخصية سواء اللي ذكرناها قبل شوي أو حتى أهداف تخصك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أول هدف على سبيل المثال الحصول على المال أحد أشكال أو الأهداف الشخصية التي ممكن أن نحتاجها في حياتنا اليومية لحصولنا على العمل لش نحتاج أن نحصل على عمل أحد الأهداف هذه أن نحصل على المال لما نحصل على عمل أو وظيفة نستطيع من خلالها أن نحصل على المال كذلك الثقة في النفس الثقة بالنفس يساعد الحصول على الوظيفة أو العمل أن تزيد من ثقة الفرد في نفسه حيث أن الشخص الذي يحصل على الوظيفة تكون ثقة في نفسه غالبا ما تكون أعلى طيب عندنا نقطتنا الثالثة ممكن نقول تقليل نسبة البطالة تقليل نسبة البطالة في البلد من خلال حصولنا على الوظيفة نساعد على التقليل من نسبة البطالة مثلا في المملكة عندنا نقطتنا الأخيرة ممكن نقول زيادة زيادة القدرات العقلية والجسمانية يمكنك عزيزي الطالب عزيزة الطالبة أداء هذا النشاط في البيت ومشاركته مع معلمك في المدرسة طيب أتمنى بإذن الله أن نكون وفقنا اليوم في تقديم مهارات تناسب قدراتكم أحبابي الطلاب نلتقيكم بإذن الله في درسنا القادم إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر